أولهم خبر علمي وده حاجة إحنا من الفقرات الجديدة في البرنامج إن إحنا بنجيب لحضراتكم أخبار علمية جديدة بتكون مهمة أوي إنكم تعرفوها بالشرح والتحليل الخبر النهاردة بيقول إن فيه علاج جيني جديد بيقضي على مخاطر الموت المفاجئ للشباب علاج جيني مؤسسة القلب البريطانية تعهدت بتقديم 30 مليون جنيه استرليني لتمويل أبحاث فريق من العلماء متخصصين في علاج أمراض الجينات العلماء دول بيعتقدوا من خلال الدراسات والأبحاث اللي بيعملوها إن فيه إمكانية لتصحيح خلل الحمض النووي المسؤول عن اعتلال أو مرض عضلة القلب مما قد يؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ غالبا الحكاة دي بتحصل بيتعرض يعني أفراد من نفس العيلة للخطر نفسه وللأسف الرياضة في الحالات المرضية دي ممكن تؤدي إلى تظاهر الحالة اللي بتكون كامنة النوم البدري طبعا بيقلل من خطر الإصابة هو والغذاء الصحي وحاجة مهمة جدا وهي عدم التطرف في ممارسة التمرينات الرياضية في صلاة الألعاب اللي هي الجيم يعني بلاش الشباب يعني بيجوا كده على نفسهم قوي الحكاة دي خطيرة لأن فيه أمراض بين القلب بتكون كامنة في القلب والأوعيات الدموية فريق العمل كمان اللي بيشتغل على العلاج الجيني ده ده هيبقى على فكرة طفرة رهيبة في العالم كله قالوا أن العلاج ده إن شاء الله ممكن يكون متاح للاختبارات السريرية خلال خمس سنوات من دلوقتي طبعا ممكن تفتكروا معايا حضراتكم بمناسبة الرياضة كان فيه لاعب من الكاميرون شهير قوي اسمه مارك فيفين فوي اللي مات داخل الملعب ربنا يرحمه وكان عمره 28 سنة فقط طبعا ده كان عنده اعتلال في عضل القلب وما كانش معروف العلاج الجديد ده هيكون مسؤول عن إيه بقى؟ عن إيقاف تلف القلب عند المرضى اللي بيعانوا من الأمراض الوراثية لعضلة القلب أهم أعراض اضطراب عضلة القلب عشان الناس نبقى عرفاها بس من غير ما يتوهموها يعني احنا بنقولها للوعي مش عشان الناس يتهاء لها أن عندها الأعراض بيكون طبعا ألم السدر ديء التنفس سرعة ضربات القلب أي حد عنده شك في وجود هذه الحاجات يستشير تخصص أمراض القلب لكن لغاية دلوقتي مفيش علاج لقصور عضلة القلب يعني فيه علاج لحاجات تانية لكن مفيش علاج لقصور عضلة القلب فيه علاج مثلا لعدم انتظام الضربات وده اللي ان شاء الله هيتم علاجه بالتعديل الجيني واللي هيكون من خلال حقنا في الزراع وهنا عايزة أقول كلمة الحقيقة أنه ضرورة أن العالم العالم كله يستثمر أكتر في البحوث الطبية والدوائية اللي من النوع ده لزي ما شفته كده أنه حاجة زي كده ممكن تغير وجه الإنسانية يعني يعني زي ما بيحصل كده أبحاث وتطور في السلاح وفي الحاجات دي كلها يحصل برضو تطور الدوائي وده مش بس بيحصل بقى تطور في السلاح ده بيحصل تطور في الأمراض دلوقتي يعني وأمراض بتتصنع وربنا يعني عافينا ويبعد عننا أي حاجة وحشة وكلمة برضو عايزة أقولها للشباب عن السلوك والصهر يعني الحاجات الزيادة دي قوي ما تجوش قوي على صحتكو لأنه يعني لقدر الله في أمراض ما بيكونش ليها بوادر أو ما بيكونش ليها يعني مقدمات البروفيسير سير نيليش ساماني وده المدير الطبي لمؤسسة القلب البريطانية وصف الأبحاث دي وقال إن دي لحظة حاسمة لطب أمراض القلب والأوعية الدموية وإن العلاج المتوقع واللي هيكون اسمه كيور هارت مش بس أول علاج لأمراض عضلة القلب الوراثية من خلال معالجة الجينات اللي بتمر عبر شجرة العيلة لكنه كمان هيكون مقدمة لعصر جديد لإيجاد علاجات لكل أمراض القلب الدقيقة إن شاء الله واللي بيعاني منها الآلاف والآلاف في جميع أنحاء العالم ده كان الخبر الطبي النهاردة